بسأل المهندس عادلي أو حاولت يتزاك عليه وإحنا داخلين على الهواء على طول هتقول لنا حاجة على الصفقات واللي حاصل فيها قال لي في حدود المسموح قلت له هو ده العنوان في حدود المسموح مبدئياً صفحة رسمية للنادي بتعلن ضم خالد عبد الفتاح ست شهور ليه؟ قل لي هو أشوف هو أنت بعد صابت كابتن أكرم أنت محتاج زهر أمان أي وعايزه بسرعة عشان تطالع على كأس العالم للأندي أي وإنت بتتفاوض كريم فؤاد أصيب أصبح لما نص من أنك أنت ممكن تجيب اتنين كمان مش واحد وإحنا كان عندنا زهير آخر هنحتفظ بإسمه دلوقتي لكن ظروفنا دي لم تسمح بأنه هو يدولنا وهو يعني واحد من أبرز اللي عيبة فيه مركزه البكرالي جبار آه آه ومن عائلة أهلوية يعني كان لها يعني جوه النادي الأهلي مراكز يعني تبا فإنما المتاح وده كان يعني المفاضلة يدا يدا المتاح طبعا اللي قدرنا وده نتيجة التعاون المثمر المستمر بيننا وبين سموحة والمهاجز فارج عامل كويس هي الصفقة ستة شهور أوبشن توباي آه مع حق الشراء النهائي برقم محدد أيوه تم الاتفاق عليه مهم وهم حيأخذوا من هنا لعيبة منهم حد بنفس الشروط دي بالنسبة لزياد سنة ونص وحق الأهلي في استرداده بس يعني طول ما الأهلي مش مزنو هيسيبه هنخش بقى في الحتة سيد زبريم يعني زياد طريق إعارة سنة ونص سنة ونص وتقدر ترجعه لو عايز قبلها بالاتفاق لكن هم ما عندوش أولوية الشرع يعني ما خادش حق الشرع لا 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 في زياد لا في زياد لا في لعب آخر آه حسام حسن حسام حسن آه بالنفس الأوبشن طبعا آه تمام بس بشرط موافقة اللعيبة آه طبعا إحنا عندنا موافقة خالد آي هما بقى يعني ممكن ده يتأجل أو وإذا قدر هو يقنعهم آي أو ممكن يرجع النادي الأهلي أو يجيلوا حاجة أكبر دي بقى حنتركها للأيام آه 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 ولكن فكرة كويس على عكس المفهوم اللي مصدر عند الناس آه إنت بتطلع اللعيبة الكويسة اللي عايزها تثقل تثقل بالصد آه 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 عشان ما يعودش يعني يلعب عدد محدود من المطشاط لا اطلع يلعب واستمر وإحنا عارفين اللي حي تجاربنا مع سموحة إنهم اللي بيدي فرص حقيقية للعيبة اللي بيخدها يعني ما بيخدش حد عشان يركده آه ودي نقطة مهمة جدا لإن لنا تجارة أخرى مع عنديها أخرى خدت مننا لعيبة ركنتها آه آه فإحنا إنت برضو إنت بتناقي النادي اللي بتعاون معاه بتناقيه بالمصفات يعني إنت تجربتك مع الجونة كويسة تجربتك مع التحاسي سكنداري كويسة تجربتك مع سموحة كويسة كده آه ودلوقتي تليك تجربة مع الداخلية آه آه كتر لعيبة الأهل المعارين في الخارج دليل على كفاءة خطاع الناشئين بتاعك بعكس ما يتردد آه إنت دلوقتي آه اللي قماش عندك في المتابعة كبيرة آه وحتتابع وتشوف أنت محتاج ترجع مين ومحتاج تسيب مين لآخر مدى في الإعارة آه سأل إيه تاني تما تاخدت الإجابة هو عزيزي عقوب ما له جه وكشف طبي وجدل إعلابي حوالين الموقف بص هو هو جدل ولكن الإجابة عنده واضحة آه هو عزيزي عقوب لعب وميز جدا آه وانت لما بتتابع اللعيب بتروح جايب آخر ثلاث سنوات آه هو مشاركاته أول موسم خمسة وتلاتين مباراة ثاني موسم أربعة وتلاتين مباراة ومهورة احتياطي والسنة دي خمستاشر مباراة آه آه لعب منه أظن آه آه 11 16 مباراة 16 مباراة منهم حوالي 13 ثلاث أهداف آه ثمان أهداف سجل ثمان أهداف وصانع ثلاث أهداف صانع ثلاث ثمان إذن وبيلعب بالآخر ثانية آه ولكن لما ترجع وراء شوية تكتشف انه كان عامل عمليات مؤثرة في الرجبة انت وانت بتجيبه في سنه صغيرة في سن 17 و 19 هو صغير هو عنده 23 و 24 سنة فانت انت جبته وبتديت تعمل الصح اللي انت بتعمله بتكشف طبي عليه الكشف الطبي اوضحة ان رجبته عارف انت فيه مثل كده ما يصحش ان احنا نستخدمه كتير لكن حاجة عندك خدت خطة اخذ بالك سليمة سليمه بيقدي 100 لكن بتسيب تأثير انها كان فيه حاجة في الرجبة دي هل مؤثرة على اداءه الشاهد بتاع الملعب يقول لا لكن انت عشان لانه لعب مهم ولعب مش رخيص كل الشغل دلوقتي عبارة عن ايه ان احنا اعارة تحويل الامر الى اعارة اوبشن توباي اذا نجحنا في هذا الامر يبقى بإذن الله انت بدل ما تشتريه نهائي تستعيره قدامك بقى على حيئات دي وانتظمه بتاعك تستعيره المدة وبعد كده تحقل انت بتعمل شوف انت بتاخد بالاسباب على كأس العالم للاندية وهو لعيب انت بسمح لك باتنين تحت السن فانت جيبته واحد جناحه ووسط ما زلت عايز واحد تاني كده او المعروض ما زال متاح عندك واحد تحت السن لكن اللعب ده يعني حقالينا اكتر من هدف مع نجم السحيل احنا بيننا وبينهم علاقة بدأت مع كولوبال اللاعب كولوبالي اللي كان هرب مننا اي وكوننا عايزين بينهم مليون وربعمائة الف دفعوا ربعمائة وخمسين متقصتين وباع عليهم تسعمائة وخمسين الصفقة دي بتتحلك وبتتح لهم وبتتح لللاعب تسوية الحساب بتحيي مبلغ فيه صعوبة شديدة بالنسبة للنجم السحيلي خاصة ان اللاعب ميشي من عنده اه انت دوقتي بس هو لقيني كان فيه تسوية مع النجم السحيلي فالنجم السحيلي ضمن المبلغ عشان نسمح له بانه يقيده اه فقيده وتحمله هو الله هو مؤكد مؤكد كان اتفاقه مع اللاعب انه هيخصمه من مستحقاته اي يعني كان ليه مستحقات فهو تجد ان يجم السحيلي خاد مستحقاته وقال له انا حسددها النادي الان مهو اللاعب مش سازك برضو والنادي برضو كل نادي بيدور على حقوقه وبيدور على انسب الحلول فهي كلها مسائل ربنا وفقنا فيها محليا انت بتتحرك بتتحرك فوق السن في حدود لاعب متاح عندك يعقوبه او الخطة به بقى يبقى تمالي عندك خطة بديلة ايه وفيه اتنين تحت السن جبتوا واحد حتبقى لك واحد حتتحرك فيه بإذن الله مهو ده خلال الساعات اللي قلت ايه لأيه ما تقعدش بقى خلاص انا قلت لك في حدود المسموع في حدود المسموع واتخذت اكتر من المسموع لا والله اه انا على الـ دي بين وبين